اشتركوا في القناة احبتي من جديد مازلنا مع قناة التبسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل القعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام نارضى ما زال الكلام قائم عن سلسلة الادعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم نارضى الدعاء جميل جدا بعنوان لا اعلم ما في بيوتكم هذا هو العنوان ولذلك اقول بنص العنوان لا اعلم ما في بيوتكم ولكني اسأل الله تبارك وتعالى ان كان فيها مريضا ان يمن عليه بالشفاء لا اعلم ما في بيوتكم وان كان فيها مهموما ان يفرج همه وان كان فيها مديونا ان يقضي عنه دينه وان كان فيها مبتلى ان يعافيه ويذهب عنه هذا الابتلاء وان كان فيها ضالا اسأل الله تبارك وتعالى ان يهديه وان كان فيها ميتا ادعو الله تبارك وتعالى ان يرحمه وان يرحم موتانا وموتاكم وان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر علي انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته